يعد ظهور الشعر في جسم المرأة أمر طبيعي إلا أنه قد يتحول إلى حالة غير طبيعية عندما تصبح الشعر أكثر سمكا ويصبح الشعر في الجسم كثيف جدا وهذا يرجع إلى التراب الهرمونات حيث يزداد إفراز الهرمونات الذكورية لذلك اليوم سوف أشارك معك ثلاث مشروبات تنظم الهرمونات وبالتالي تخفف نمو الشعر الزائد في الجسم وفي آخر الفيديو حية البسيطة تستعملينها بعد إزالة الشعر وذلك لتخفيفه أو لمنع ظهوره مجددا في المشروب الأول سوف أحتاج إلى أوراق النعناع الأخضر وأيضا إلى حبوب أو بذور الشمر لأن هذه الأعجاب تحتوي على نسب جيدة من الإستروجين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم الدورة الشهرية وتحديد الخصوب لدى النساء ويلعب دورا مهما جدا في تخفيف وتقليل نمو الشعر الزائد الذي يكون نتيجة للهرمونات الذكورية تضيفين الماء المغلي وتتركينه حتى ينقع تماما والتحلية تبقى اختيارية تناوليه مرة واحدة في اليوم أنا أفضل قبل النوم مباشرة لأنه يهدئ الأعصاب ولديه العديد من الفوائد على الجسم بأكمله في المشروب الثاني سوف أحتاج إلى العرق السوس المطحول يستعمل العرق السوس أو يعمل على تقليل هرمونات الذكورة في الدم يقلل نمو الشعر الزائد المرتبط بالضراب الهرمونات كما أن لديه فوائد مهمة جدا للبشرة يمكن أن يفتحها وذلك عن طريق شربه سوف أضيف له القليل من القرفة المطحونة والتي تقلل مستويات السكر في الدم لماذا؟ لأن السكر المرتفع في الدم يمكن أيضا أن يساعد على نمو الشعر بغزارة لذلك القرفة سوف تقلل من السكر وبالتالي تقلل من معدل نمو الشعر في الجسم المشروب الثالث وهو مشروب البردقوش أو عشبة البردقوش مفيدة جدا لتنظيم الهرمونات وبعبارة أوضح تعيد الاتزان الهرموني فيستخدم البردقوش في صورة شاي في الولايات المتحدة الأمريكية ويباع حرا في مخازن الأدوية على أنه ينظم الهرمونات مفيد جدا للنساء ينظم الدورة الشهرية يزيل متائب الطمث وعسره ومفيد جدا لمن ترغب بالحمل والجميل في عشبة البردقوش أنها لا تزيد من هرمون الاستروجين أو تقلل من هرمون البروجستيرون أو البرولكسين بل بالعكس فهي تنظم الهرمونات داخل الجسم فإذا كانت أحد هذه الهرمونات أزيد من الطبيعي فإنها تقوم بتقليلها وبالتالي بدبطها الطرق تحضير هذه المشروبات سهلة جدا وواضحة في الفيديو في الآخير تقومين بتحلية سواء بالعسل أو بعدم تحليتها إذا كنت تعانينا من ارتفاع في السكر مثلا ويمكن تحليتها بالسكر الفانيليا كما أنا أحب بالنسبة للبردقوش تناوليه مرة أو مرتين فقط في الأسبوع هذا كافي جدا والآن سوف أشارك معكم بعض الحيل بعد تقومين بها بعد إزالة الشعر مثلا إذا كنت تزيلين بالشفرة فقط أو شفرة الحلاقة فقومي بخلط القليل من الخل مع بلسم الشعر قومي بإزالة الشعر بهذه الخلطة وسوف ترين نتائج رائعة بعد الإزالة تقومين بدهن زيت السعد مثلا أو زيت الورد أو زيت الليمون أو أي زيت تحبينه هذه الطريقة أو الحيلة رائعة جدا تعمل على تخفيف الشعر أو تخفيف نمو الشعر أما إذا كنت تزيلين الشعر بالحلاوة أو بالشمع فبعد يومين من الإزالة أو ثلاثة أيام على الأكثر استعملي خليط العسل الطبيعي مع الليمون فسوف ترين نتائج رائعة جدا طبعا إذا كانت بشرتك غير حساسة للليمون ولا تنسي تقشير المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها قبل الإزالة بمقشرات طبيعية مثل القهوة والسكر أو الملح مثلا يمكنك أيضا استعمال خلطة الملح مع الماء البارد مباشرة بعد إزالة الشعر بالشمع أو الحلاوة وعند تكرار هذه الوصفة أسبوعيا فسوف ترين نتائج جميلة جدا في تخفيف الشعر الزائد ولا تنسي أيضا تناول المكسرات بشكل يومي لأنها مفيدة جدا للذات مفيدة لتنظيم الهرمونات مفيدة للعقل للشعر للبشرة ولديها العديد من الفوائد الصحية والجمالية تحدثت عنها في فيديو سابق سوف أترك رابطه أسفل في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق لا تنسي مشاركتي رأيك في هذه المشروبات وفي فيديو اليوم وأيضا مشاركة الفيديو مع صديقاتك لكي تعمل فائدة وإلى اللقاء